شاف الأرقام اللي حضرتك قدامك دي دي أرقام الخاصة بكطاع الزراعة ده كطاع الزراعة المصري أصبح في هذه المرحلة وفي هذا المستوى من الأرقام اللي شافها بسام ب15% من الناتج الإجمالي معدل النمو بتاع 4% وليل كده إيه اللي موجود في كطاع معدل النمو 4% دي 25% من إجمال القوى العاملة وطبعا الصدرات تكلمنا عليها والمساحة المحصولية دي النقطة دي مهمة أو 17 مليون فدان معيننا 10 أو 9 أو 8 معناه أننا بزرع كذا عروة في السنة وبأصناف قصيرة العمر عشان تحقق الرقام أزرع 17 مليون فدان معين المساحة الأرضية بتاعته 9 أو 8 أو طبعا وصل إلى 10 خلال الأيام دي وبالتالي معناه إيه؟ معناه أن كل التقنيات الزراعية الحديثة الدولة بتؤكد وبتدعم المزارعين على تطبيقها ده مهمة أوي الموقف الحالي لنسب الاكتفاء الزيت احنا كلنا بنتكلم على أن يقولك فيه مثل يا دكتور يقولك اللي يملك قوته يملك قراره صح؟ فأنت كده لما وصلنا لنسب الاكتفاء الزيتي أنا مكتفي ذاتيا فأنا متأمن تمام لقف البلدنا ومعنا أكلنا تمام كده بص كده على اللي باللون الأزرق ده ده معناه أن الدولة وزارة الزراع السيد وزير الزراع السيد القصير دلوقتي بيشتغل على المفهوم ده أن يكون عند اكتفاء ذاتي وفقد للتصدير زي ما قلت حضرتك أن أنا أشوف محاصيل اللي قاربت على الاكتفاء الذاتي وبدأ أدعمها